تحويل الصحراء لأرض الزراعية ده أعتقد خد وقت كبير ومجهود أكبر في الفترة اللي فاتت عايزين نعرف من حضراتك أهمية التنمية الزراعية اللي حصلت ليه سينة بزي بص حضراتك يعني خلينا نبتدي وإحنا في هذا الكلام بداية عام جديد بنعني طبعا الشعب المصري وبنبارك للسيادة الرئيس علشان يعني طبعا بفوز بفترة الرئاسة القادمة عشان نستكمل هذه المشروعات اللي هي مشروعات التنمية اللي هو حركها يعني مشروع تنمية سينة عايزين نقول إن كانت فكرته سنة 79 عشان نعمل مشروع زراعي في سينة سنة 79 جاه الرئيس ده في أيام الرئيس أنور السادات لكن جاه الرئيس حسن بوارك بدأ المشروع في 8 في 97 وبدأت إطلاق طرع مشروع تنمية سينة لاستصلاح 400 ألف فدان في شرق القناة و 220 ألف فدان في غرب القناة ده لكن نبص هذا المشروع هل هذا المشروع استكمل بالشكل الكافي ده المشروع حصل لطعصر وتوقف لحد 2011 ما كناش عملنا حاجة أكتر من استصلاح حوالي 20 أو 25 ألف فدان في سهل الطينة و 200 ألف فدان اللي هم كانوا في غرب القناة و جود سيادة الرئيس هنا أعاد فكرة تعمير وإنشاء سينة و نبص سينة فيها حنا بنقول فيها هي سينة مساعتها حوالي 61 ألف كيلو متر مربع لكن عاد إحنا بنستهدف استصلاح ما يقرم من مليون فدان الدولة عملت إيه بقى هنا في هذا الموضوع عشان نعمل تنماز العين استكملنا هذه المشروعات إن إحنا بدأت فكرة إنشاء تاني يعني إحنا كنا بنودي سينة مية مخلوطة فكان عندي سهل الطينة فيها 50 ألف فدان عندي منطقة جنوب الأنطرة فيها 75 ألف فدان و بيري العب يعني عندنا فيه ربعة فيها حوالي 70 ألف فدان بيري العبد 81 ألف فدان سروا القوارير المشروع يمكن ترعة السلام المفروض أو بنسميها نسميها ترعة الشيخ جابر فهذه الترعة طلها حوالي 175 ألف كيلو متر مرب هي وقفت عند كيلو 95 لم يستكمل هذا المشروع من هنا الدولة المصرية وفجود ذات الرئيس والأهمية الاستراتيجية أعتقد لما إحنا شفنا هذا الكلام بدأت تتعامل فيه عندنا في المحور الأوسط بقت فيه سحارة سرابيوم عشان نودي من خلال محطة المحسمة نودي مليون و 250 ألف متر مكعب مياه معالجة دي للمحور الأوسط عشان نستصلح في حدود من 60 إلى 100 ألف فداب في هذا المحور الأوسط اللي هو في اتجاه الإسماعيلية تمام؟ عندنا بقى لما نقول ترعة السلام وعملنا أكبر محطة معالجة للصرف لأن بقولك كنا بنود ميا مخلوطة ميا ملوثة واحد مياة صرف مع مياة مياة بتتخلط مياة من النيل وبنخلطها بنسبة واحد لوحد وبدون أي مشاكل فهنا الرئيس قال لا خلينا بقى نعمل نود مياة ونعمل زراعات نظيفة وتبقى سينة هي الأرض البكرة تستمر لأرض بكرة فهنا تم إنشاء أكبر محطة يمكن دخلت محطة جنس اللي هي بخمسة و ستة من عشر مليون متر مكعب عشان نستصلح الربعمائة ألف فدان ونكمل لحد ما نصل إلى منطقة اللي هي سهل العريش في منطقة المزار والميدان ودي في حوالي تعتين ألف فدان والسر والقوارير حوالي بردك حوالي خمسة ألف فدان فأنت لما تبص في كده يبقى أنت بتصلحي النهاردة تم استصلح فعلي فوق المتين خمسة و ستين ألف فدان طبعا فيه استهداف في مشروعات لما نبص لسينة بقى زيما أنت بتكلم كده هي سينة فيها إيه فيها خمس محافظات خمس محافظات عندنا برصعيد والإسماعيلية وعندنا السويس ودول واخدين جزء في شرق القناة والجزء الثاني اللي هي شمال سينة وجنوب سينة فلما نقول إن المشروعات الزراعية فيه في شرق في الجزء ده كله جنوب الأنطارة خمسة عبين ألف فدان تم استصلاحها بالكامل منطقة سهل الطينة الخمسين ألف فدان بالكامل عندنا فيه الرابعة وبير العبد دولة حصل فيهم استصلاح واستزراع بالكامل فطبعا عندنا المحور الأوسط دخلين فيه في مشروع تنمية على أساس إن احنا نزرع فيه ونبقى عندنا كمان محطات داجنا ومشروعات دواجنا ده اللي عايزين أسأل حضرتك عليه إنه مهم جدا نوضح للمشاهدين إنه بس الموضوعش مقتصر فقط على استصلاح أراضي مش أراضي يعني فيها محاصيل هي مشروعات خدمية خدمات زراعية وتصناعية متكاملة بدا بالزبط يعني عايز أوضح للناس إنه هو أنا بش بس بزرع لا ده أنا بعمل مصانع وخدمات زراعية وغيره في أكثر من منطقة شوفت الدول ساتة في الوقت أنت الهدف الأصل إيه أنا النهاردة إذا أقول لك سيناء كانت مهجورة تعرف أنت كانت منطقة ألف وبيه وجيم وأنت في الآخر كانت حركة بتاعتك محدودة فأنت النهاردة النهاردة لما تيجي تعمل ترفع عدد السكان النهاردة إحنا وصل سيناء عدد السكان في سيناء تقريبا إلى 4 مليون الزراعة هي الوعيدة اللي فيها كسافة عمالة العمالة من الأيد العاملة البشرية معها التصنع الزراعي بيزود فرص الحمل اللي بعاها فأنت النهاردة لما هتسرع أرض يبقى أنت بتوطن ناس بتعمل مجتمع زراعي موجود ويمكن إحنا عايزين نقول نضيف أكتر من هذا الكلام إحنا كان عندنا تم إنشاء أكتر من 18 تجمع بدوي 18 تجمع بدوي الأخوة البدوي اللي موجودين هناك وفي نفس الوقت أكتر من 4000 بيت ريفي ده موجود بخلاف المدن اللي هي بتتعامل عندك في رفح أو في بير العبد أو في السلام أو في شرق إسماعيلية أو التنمية السيحلة موجودة كل ده كسافة بشرية يعني أنت نقول النسينا لها مقاومات التصنيع الصناعة الصناعة الزراعية أو الصناعة التعدينية فأنت عندك أكبر مصنعين يتعاملهم للجرانيت والرخام دهما واحد في المحور الأوسط في الجفجافة والتاني في رسدر فطبع أنت بتكلم هذه المشروعات مشروعات الأسمن الجامعات والتعليم فأنا النهاردة الهدف إيه هو رفع حياة مستوى المعيشة رفع الخدمات طبعا أنا النهاردة عشان أعمل خدمات أعمل إيه فالزراع عايز إيه الزراع عايزة مية وفر لها مية بشكل كويس عايزة كهربة ففي تنمية ده حصل بقى إزاي يوقف